اكد صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ضرورة ان يتم مواصلة ترسيخ مبادئ حكم القانون والاحترام المتبادل ضمن اهداف الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة حفظهما الله وسعادة الفريق الركن يوسف بن احمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع مع سعادة الدكتورة اليزابيتا تيرينتا وزيرة الدفاع بجمهورية ايطاليا في اطار انعقاد منتدى حوار المنامى الفين وثمانية عشر ورحب سموه بمشاركة ايطاليا في النسخة الرابعة عشر لهذا المنتدى بما يعكس اهتمامها بقضايا امن واستقرار المنطقة كما تم تبادل وجهات النظر حول محاور المنتدى واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق منها بسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وبتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة واكد سموه خلال اللقاء على دعمه لكل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر